السلام عليكم معاكم بدر من GameTech وكشفت شركة أبل عن أجهزة آيفون 12 بعد التسريبات اللي شفناها المدة طويلة وهالسنة كشفوا عن أربع آيفونات آيفون 12، آيفون 12 ميني، آيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس جميع الآيفونات بشاشة OLED ويدعموا 5G وكلهم يجوا بمعالج أبل الجديد A14 Bionic وبمعمارية 5 نانوميتر ويعتبروا أول جوالات بالعالم يدعمها المعمارية وجميع الآيفونات تجي بحواف مسطحة ولكن الآيفون 12 والميني من نوع ألمنيوم وآيفون 12 برو والبرو ماكس ستاند ستيل وتم تطوير الزجاج على جميع الآيفونات وصار أقوى أربع مرات من قبل وجميع الأجهزة تدعم الميزة الجديدة من أبل اللي اسمها MagSafe واللي ميزتها أن الشاحن اللاسلكي يلتصق بالآيفون مثل المغناطيس بالخلف أو ممكن تستفيد منها بتعليق الكثير من الأكسسوارات بالمغناطيس بعدين الآيفون 12 حجم شاشته 6.1 إنش ويجي بكاميرتين خلفية عريضة وعريضة جدا وبدقة 12 ميجابيكسل وتدعم HDR وصار يدعم التصوير الليلي والآيفون 12 ميني حجم شاشته 5.4 إنش وبنفس مواصفات ومميزات آيفون 12 من ناحية المعالج والكاميرات وغيره لكن بحجم أصغر سعر الآيفون 12 يبدأ من 799 دولار وآيفون 12 ميني يبدأ من 699 دولار ونيجي الآن لآيفون 12 برو والبرو ماكس شاشتهم صارت أكبر ولكن مع الحفاظ على نفس حجم الهيكل القديم الشاشة بجودة سوبر ريتنا XDR وحجم شاشة الـ 12 برو 6.1 إنش والبرو ماكس 6.7 إنش ويجي بثلاث كاميرات بالخلف عريضة وعريضة جدا وعدسة التقريب وكاميرات البرو ماكس بتكون أقوى من البرو العادي ببعض الأشياء مثل فتحة العدسة أوسع والتقريب البصري يوصل إلى 5 إكس بينما البرو العادي يوصل إلى 4 إكس وتم إضافة تقنية الدول بفيجن بالتصوير والتصوير الليلي صار أفضل بنسبة 87% والكاميرا صار فيها حساس لتثبيت أكبر للصورة وثبات أفضل في تصوير الفيديو وتم إضافة ميزة اللايدر نفس الموجودة على أيباد برو واللي تفيد بمعرفة المسافات والأبعاد وتتعرف على إجسام ويفهم عمق المكان ويقدم كثير من الخيارات سعر آيفون 12 برو يبدأ من 999 دولار وآيفون 12 برو ماكس من 1099 دولار والطلب المسبق لآيفون 12 وآيفون 12 برو يبدأ يوم 16 أكتوبر أما آيفون 12 ميني وآيفون 12 برو ماكس يبدأ الطلب المسبق حقهم يوم 6 نوفمبر وإن شاء الله بس يوصلنا الجهاز بسوي لكم مراجعة شاملة ونتكلم عن كل التفاصيل وبشكل أكبر ونفصل أكثر ترجمة نانسي قنقر